تصرف هذا العفريد ضيفاتي العزيزة دكتورة ميساء السالم أخصائية الجلدية والتجميل والعلاق بالليزر عضو جمعية المصرية للتخزين العلاجية وعضو جمعية الأفرق سوية التجميل ضيفاتي العزيزة أهلا بيك دكتور أنا بس أهلا بيك دكتور أنا قلت بقى كلام قلت أنه ممكن يخلي ستة تطلق ممكن يعني طبعاً يخليها تطلق دي وبعدها استفهة يعني بس وارد يعني أي مقام من الرجالي مقام من الماء في الغربال أنت عارفها ليه كده والله ده الرجالات الطيبين المهم السيلوليت يعني إيه؟ الناس عايزة تفهم يعني السيلوليت خلينا بس نحكي حكاية كده وأنت كمان في المقدمة أنت جاية بالمست ريسينت أنا عارف أن أنت دائماً المست ريسينت طبعاً هتحكي حكاية أيوة يعني زمان كده عام 1920 بدأت بعض مركز التجميل أن هي تروج عن وجود خدمة إزالة السيلوليت من أجساد السيدات بالمساج طبعاً وقتها لسه ما كانش حد يعرف إيه السيلوليت وإيه سولوليت كان مصطلح جديد لسه ظاهر بدأ الناس فعلاً تتنبه لوجود بعض المشاكل أو تعرجات في الجلد أو أنه أماكن معينة خاصة في منطقة الأفخاد والأرداف أنه بتلاقي أجزاء مرتفعة ومنخفضة الجلد نفسه مش متساوي عامل زي إشتريت البورتوان جسدت عام 1920 أيوة عام 1968 مجلة شهيرة بدأت تتكلم عن السيلوليت وبدأ مصطلح السيلوليت يظهر أنه لقى في حاجة اسمها سيلوليت وأنه بدأوا لدكاتر يعملوا سيرشينج ويدوروا أيه المشكلة وإيه اللي ممكن يعمل المشكلة دي في الجلد أو بدأوا يشوفوا الأسباب والعلاج لحد النهاردة يعني ممكن أقول كلمة محبطة قوي في الأول أنه لحد النهاردة هو السيلوليت زيه زي الستريتش مارت مفيش علاج فعال بنسبة 100% مفيش حاجة اسمها كريم أحطه المشكلة تنتهي بنسبة 100% ولكن هو المشكلة بتتحسن بنسبة كبيرة جدا لدرجة تخلي المريض راضي عن شكله بلاس أنه ما ينفعش أقول ده علاج مفيش علاج واحد هو مجموعة حاجات كتيرة قوي مع بعض بنبذل مجهود مع بعض عشان نوصل لنتيجة مرضية إيه هو بقى السيلوليت؟ طبيا طبيا هو نظريات الشحيل البتاع الموجودة إيه الحاجات الحيلة؟ دي طبقات الجلد بقى وتحتيها الدهون وتحتيها العضلات خلينا بس نقول هو الحد النهاردة برضو السيلوليت أسبابه النظريات هو الجلد بيبان على شكل إشرة بورتقانة فيها نغز أجزاء منخفضة وأجزاء مرتفعة ده نتيجة لأنه الخلايا الدهنية كنظرية بدأت تزق الجلد الأدام فأجزاء تطلع مرفوعة وأجزاء نزلة إيه النظريات؟ فيه نظرية بتقول أنه حصل تمزق في الأنسجة الضمة للطبقة الدهنية فبدأ يظهر السيلوليت وفيه نظرية بتقول أنه بدأ يبقى فيه ترسب لنسبة كبيرة قوي من السموم ونسبة عالية من الدهون فقدى للظاهرة دي وفيه نظرية بتقول أنه حصل احتباس لكمية كبيرة من السويل تحت الجلد نتيجة لتناول كميات كبيرة من الأملاح وارتفاع نسبة الدهون في كل الحالات هو مرتبط به زيادة نسبة الدهون أو مقارنة الدهون بالعضل يعني أنه الكتلة الدهنية زادت سواء في حجمها أو بدأ شوية الكتلة العضلية تقل عن الكتلة الدهنية فده بيخلي مظهر الجلد مش ضريف حلو جدا موقعه بقى ستات ورجالة فيه ناس كانت متصورة أن المرض ده ستات بس ولينا الوقع طبعا هو موجود في الستات وفي الرجالة وفي الأطفال هو مالوش علاقة بسنه ومالوش علاقة بوزن لأنه ناس كتير برضو بتبقى متخيلة أنه الناس الجسمها مظبوط ووزنها مظبوط ما عندهاش سليولايت لا خالص ما بدش عارف إنه موجود في الأطفال أو موجود في الأطفال للسليولايت للأسف ولكن للأسف الرجال أقل عرضة للسليولايت من السيدات للأسف للأسف الشديد نهاردة إحنا تعودنا إنه أمراض كتير حاجة بالحاجات حاجة بالحاجات إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا الزغليل الكبيرة كلها الضغط عندنا شرين التاجي عندنا إحنا الهرمون الستروكس مش الستروكس الأدوية جمع استروك كل استروك موجود عندنا إحنا الهرمون بتاعنا إنتقوا تقبيوه أيوة حامتنا للأسف ولكن خزلتنا مع السليولايت لأنه الأستروجين والبروجستيرون بيلعبوا دور كبير في زيادة نسبة السليولايت بلاس إنه الرجل بيتميز إنه عنده الكتلة العضلية زيادة شوية والجلد عنده تخين فده بيحسن مظهر الجلد وما بيخليش حتى لو فيه دهن زيادة شوية ما بيخليش شكل الجلد بالمظهر ده عنده قولي للأسف للأسف الشيء طيب السليولايت أماكنه وأنواعه هل السليولايت له أنواع؟ دي هتيجي نقطة تانية لكن النقطة الأولية أشهر أماكن السليولايت هو موجود في الجزء السفلي اللي هو في الرجلين وفي الأفخاد وفي الأرداف أكتر بكتير ولكنه موجود برضو في الدراعات وموجود في البطن هو مصقماً بموجود في الجزء السفلي لكي تبقى دعيك هو مرتبط شوية بالدورة الدموية كلما الدورة الدموية بتكون أضعف كلما يظهر السليولايت بصورة أكتر ومن الناس الأكثر عرضة للسليولايت الناس اللي بتمارس أعمال مكتبية ودايماً قاعدة وناس اللي بتذكر كثير ودايماً قاعدة ليه علاقة كبيرة بالسليولاية أيوا بزفت كده بعض الأمر والبروتات بقت يعني زي ما بيقوله بسبب توالي القاعدة في البيت والناس قاعدة في البيت كتير والكورونا قاعدتنا شوية في البيت وتقعدنا تاني ممكن تقعدنا كمان حد عارف بقى احنا هنتكيف وهنلعب رياضة في البيت مش هنستسلم والله هتتلعب رياضة في البيت دي مهمة جدا جدا وهنعالج هنعالج هي جريت يعني في سليولايت طبعا الدرجة السيفير او الاكبر درجة اللي هي بتبقى ظهريا بينها والدنيا عادية حتى العضلة ما بتبقاش مشدودة شايفينها بعنينا المجردة نغز في الجلد بتكون زي حفر في الجلد بلاس ان اماكن مرتفعة واماكن منخفضة دي اقصى درجة طبعا الدرجة الخفيفة لازم نعمل بينشنج للجلد نضغط على الجلد كده علشان نشوف الزي واضح التعرج اللي موجود في الجلد اللي زي قشرة البرتقام دي درجات دي درجات السليولايت بداية ستة لدرجة ايه انت تسمع اكيد كلام الستات وهو ما بيحكوه لك يعني ممكن يوصلوا لمرحلة ايه العزال مثلا تكره تلبس لبس معين دمجوزها او طبعا طبعا ممكن تكره تلبس لبس معين ممكن هي مشكلة بقى كبيرة قوي دلوقتي الصور اللي بتبقى منتشرة على الانستجرام والسوشيال ميديا اللي هي متفلترة خمسمائة الف مرة اللي هي بتخلي الناس بتبقى بتسعى للبرفاكشن اللي بتوصل ناس معينة ان هي تبقى نفسيا مش مبسوطة لان هي شايفة اقرانها منتشرين بيرفكت والناس اللي دايما بتسعى للبرفاكشن شوية بتبقى متضايقة نفسيا على فكرة انت قلت يا حتى مهمة قوي الصور اللي عليها فلاتر والصور اللي نقدر نقول عليها مخادعة هي بتضر اه بالنسبة لللي بيبصوا عليها من اقرانها ايوه لكن انا في رأي ان هي بتضر قوي صاحبها جدا لانه صاحبها او صاحبتها بيحصلوا حالة من الانعزال بقى ما هو هو عايز الناس يشوفوا دايما بالصورة دي ايوه عارفة النجوم بتوع زمان وبعض النجوم دلوقتي لما اعتزلوا انعزلوا تماما اكتأب عشان اكتأبوا وانعزلوا عشان الناس ما تشوفهمش وهم اكبار دي حقيقة فحصل لهم حالة من الانعزال التام ما بتخرجش بالبلد من بيتها الكلام ده حصل مع نجمتان كبيرتان جدا اللي هم قالوا أستاذة هين دروستهم والأستاذة ليلى مراد لو اكتف تكري وجالهم اكتأب أكيد نعزلوا يعني لانهم عايزين الصورة واحنا حلوين تبقى موجودة يا حقيقة الناس اللي بتصور في الانستجرام او بتصور في بتصور في الفيسبوك وبتعمل فلاتر وبتعمل الصورة يعني تغييرات هي عايزة الناس تشوفها بالصورة دي كده بتنعزل بتبعد بقى هي للأسف هي بتصيب نفسها بالاكتأب وبغيرها كمان لانه غيرها بيبقى في مقارنات كتيرة ودلوقتي بقى فيه ترند جميل جدا فيه نجوم كتير على السوشيال ميديا بدأوا عايدين ينشروا فكرة ان احنا لازم نتقبل نفسنا بعيوبنا مهما كانت اه احنا بنسعى دايما ان احنا نوصل للبرفكشن ولكن احنا بشر وبتيجي علينا بنمر في مراحل في حياتنا بنفقد البرفكشن وبيبقى فيه عيوب لازم بقى فيه تصالح مع النفس بالضبط كده طيب هي خطورة السلولايت ايه؟ هي خطورة شكلية شكلية بس لكن مفيش مثلا فرصة للتجلطات لا 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 هي خطورة شكلية مش اكتر مش فرصة اكتر للانفكشن انفكشن انفكشن عدوى ممكن الاتهابات في الجلد حساسية كل ده مالهاش علاقة بالالاتهابات ولا كده بس هي طبعا هي نتيجة يعني هي بتزهر اكتر مع الناس الاوبيز كلما زاد الوزن كلما زاد السلولايت فاحنا ممكن نربطها من الناحية دي انه الناس الاوبيز بيبقى اكثر عندهم السلولايت فبيبقى عندهم مشاكل تاني طب نبدأ نتكلم على علاجات بقى حكي لي بقى قصة انت النهاردة ما شاء الله تاريخ عندك يعني كتير حكي لي السلولايت كده طريقة علاجه او تاريخ علاجه لغاية دلوقتي ايه اللي حصل؟ طبعا هما زمان اول ما ظهر السلولايت مراكز التجميل كانت بتسوى السيرفز بتاعتها از ان هما بيعملوا مساج المساج ده بيحسن شكل الجلد از ان هو نوع من انواع العلاجات للسلولايت ده 1920 على ايامنا على ايام طبعا هو لحد النهاردة المساج موجود والمساج معترف به على انه هو ممكن يحسن شكل الجلد وطبيعته ولكن بصورة مؤقتة والمساج ده طبعا بيصحبه انواع معينة من الكريمات الاثنين مع بعض ممكن يحسنوا شكل الجلد وطبيعته ولكن بصورة مؤقتة حلم ثم لو هنتكلم بقى عن التريتمنت او العلاج بتاع السلولايت او السلوليت فاحنا بنتكلم عن ان احنا لازم نزود من سمك الجلد ونزود من حجم الكتلة العضلية فاحنا هنشتغل على الحتتين دول فيبقى نامبروان ان احنا لازم نمنع كل الحاجات اللي بتقدي للسلولايت احنا لسه برضو ما قلناش ايه الحاجات دي طبعا قلنا نامبروان الناس اللي على طول اعداء ما بتلعبش رياضة واللي عندها دايما دورة دموية ضعيفة الناس اللي بتشربش مية كتير والناس اللي بتاكل الفات فيه كتير فده اكثر عرضة ان هما يحصل لهم سلولايت بلس الناس اللي بتلبس لبس دايق اللبس اللي دايق برضو طولت انا في المقدمة دي البطلونات الدايقة ايوة ليها علاقة كبيرة ده دراسة قالت ان الواي فاي يلعب دور في السلولة الواي فاي موجات الواي فاي دي دراسة مهمة جدا تمام تمام وإيه اللي تشرب المية جدا جدا مهم كمان قوي ان احنا نحافظ على مرنة الجلد ترتيب بتاع الجلد مهمة جدا جدا سواء احنا هنعالج السلولايت او الستريتش ماركس اللي نتكلم عليه في حلقات تانية ان شاء الله لانه فيه ناس كتيرة قوي ما بتفرقش يعني ايه سلولايت ويعني ايه ستريتش ماركس فيه ناس كتيرة بتبقى عندها اعتقاد ايوة وفيه ناس عندها الاتنين والاتنين على فكرة مرتبطين ببعض جدا لهم علاقوا باختلاف الوزن يعني برضو الناس الوزنها بيتغير بصورة مفاجئة عرضة للسلولايت وعرضة للستريتش ماركس طبعا تغييرات الهرمونية اللي اكثر عرضة لها السيدات وفترة البنات اللي عندها تكيوثات في المبايد والستات اللي عندها فترة انقطاع البيريد بيظهر فيها السلولايت بصورة كبيرة فطبعا لازم ناخد بالنا من كل الحاجات دي استاتي اللي بتاخد راسمانة الحامل برضو عرضة للسلولايت اسباب كتير الناس اللي بتدخن المدخنين وناس اللي بتشعب قهوة كتير النيكوتين العالي والكافيين العالي الاتنين بيؤدوا الى زهور السلولايت طبعا النيكوت الكافيين العالي لما بناخده أورالي بنشرب القهوة كتير طبعا دي بتعالي نسبة السلولايت ولكن لما نحط الكافيين أو الكريمات اللي فيها كافيين لوكالي دي بتحسن شكل الجلد وبتحسن السلولايت يبقى هو في الجن واحد قهوة في اليوم يا جماح البقاوي وكمان الناس اللي عرضة للسترس فيه برضو نظرية بتقول أو دراسة بتقول الناس اللي عرضة للسترس والضغوط النفسية هم أكثر عرضة لظهور الساليولايات ناس القليلة دي في مين اللي العرضة الاسترس خالف معاتش فيه استرس احنا عايشين في بلاد اللالالند العلم كله دلوقتي تحت السلس نحية علم كله يعني دي فترة ضغوط نفسية كبيرة ربنا سبحانه وتعالى اللي يلجأ لربنا هو اللي هينجو بس بجد يعني اللي يلجأ لانه يدعي ربنا هينجو لكن الاسترس الموجود طيب ده كله هنزبطه نشرب مية كتير ارجوكم انا بستغرب الناس اللي بشربوش مية كتير انا بستغربهم هم مش اعرف دماغهم ايه فيها ايه ما بيعتشوش هو في الشطة على فكرة فيه ناس كتيرة بتنسى تشرب مية متحسش بالعطش العطش دي نعمة كبيرة جدا خليه نشرب مية كتير ولكن في الشطة فيه ناس ما بتحسش بالعطش فما بتشربش مية كتير اوكي نبدأ العلاج بقى العلاج احنا قلنا احنا هنزود من سمك الجلد وهنزود من الكتلة العضلية وهنزود من سمك الجلد وهنزود من رطوبة الجلد فاحنا بدأنا بالمساج والمساج لسه لحد دلوقتي معترف بيه بلس هندخل على الكريمات الكريمات اللي موجودة في السوق طبعا عايزين برضو ننوح لقصة بيع الوهم لانه فيه كريمات كتيرة موجودة في السوق يعني مايفاعش اعتمد عليها يعني انا مايفاعش اروح اشتري الكريم على انه هو بيحارب الساليولايت وهو ما بيجيبش نتيجة من اكتر الكريمات اللي هي ممكن تجيب نتيجة في علاج الساليولايت اللي بتحتوي على مادة الريتينون وعلى مادة الكافيين فالتنين دول شوية بيكونوا افاكتف في علاج الساليولايت هندخل بقى للتريتمين بتاعنا اللي هو اي حاجة بتزود سمك الجلد اي حاجة بتعمل ريجوفيناشن بتحفز تكوين الكولوجين في الجلد من الحاجات المهمة جدا اللي كلمنا عنها في الحالة الفاتز هو الهايفو قلنا الهايفو بيعمل على تسخين طبقات الجلد في فترة زمنية قصيرة جدا من نص ثانية لثانية فبيشد العضلة وبشد الأوتار وبشد الجلد وفي نفس الوقت هو بيحفز تكوين الكولوجين فبيدي سمك وبيدي شد للجلد بلاس ان هو بيداوب طبقة الدهون اللي بتكون موجودة في الطبقة السطحية او كتلة الدهون الزيادة اللي عملة لشكل اللي مش ظريفة حيلو جدا وطبعا كلما الجلد كان مشدود كلما كانت ظهور السليولايت أقلب كتير دي من الجلسات والهايفو من أحد السطر طبعا او دي من أحد السطر اللي موجودة السنتين اللي فاتوا الهايفو بقى بيجيب نتائج حلوة جدا في علاج السليولايت وشد الجلد في دور لحاجة تانية غير الهايفو الليزر مثلا ممكن يقبلو دور او طبعا احنا قلنا اي حاجة بسنا نعمل ريجوفي ناشن فراكشنا الليزر بيحفز تكوين الكولاجين فبيحسن ممكن يحسن السليولايت ولكن هو شوية بتكون الماكن اللي فيها سليولايت مساحات كبيرة فأنا ما بحبش ألجأ للفراكشنا الليزر وحرق الجلد في المساحات الكبيرة طبعا فيه ليزر من أنواع أخرى غير الفراكشنا الليزر ممكن تحفز تكوين الكولاجين وتشد الجلد ولكن أنا بحفز كتير قوي الكاربوكسي ثيرابي كاربوكسي ثيرابي ده من الحاجات اللي برضو ظهرت في السنتين اللي فاتوا عملت ضجة كبيرة جدا في علاج مشاكل كتير زي حرق الدهون الموضعية علاج الهالات السودة حوالين العين والخطوط والتجعيد وكمان بيجيب نتيج حيلة كاربوكسي سرب بمحاجات الجاية جدا 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 عمل شغل حلو في الهالات السودة قوي ده حقيقا اللي هيا شايفينه ده تحسن تحسن كبير ده حقيقا نقلة تانية يعني وده سن كبير مش سنة صغيرة اه اه وفي حالة تانية كمان برضو يعني ده بقى تحسن بشكل او تحسنت بشكل كبير جدا كبير قوي اه انا عايزين اقول برضو ان احنا ممكن نوصل للمرحلة دي الناس اللي بتاعت تقول انا تعليكت ورجعت تاني لازم يكون فيه مجهود متبادل من قبل المريض لازم تلعب نلعب رياضة ونحافظ على الكتلة العضلية ونحافظ على الجلد مشدود بالرياضة لازم اتبع حمي اغذائية سليمة واشرب مياه كتير وحافظ على النتيجة اللي انا وصلت لها طول ما انا عايشة لازم حافظ على لايف ستايل معين لان انا عارف او عارف ان انا ارضى لزهور السليولايت مرة تانية عزيم هسن معك بقى ابو العرف هيبت لنا ابو العرف ونشوف الفاتية بتاعته هي يعني فاتية النهاردة مش مزعجة اوي بس يظل برضو كلام ابو العرف الواسق من نفسه دايما الفتيين ببواسقين جدا يعني اكتر من الدكاترة يعني الدكتور اصلحنا واحنا بنتكلم على موضوع طبي بيبقى فيه نظريات افشنس يعني هل الموضوع فعال بنسبة قد فانت بتتكلم عارف المعلومات هو بيتكلم على حاجة ممكن تكون وهمية بثقة شديدة جدا دعالوا نشوف نموذج هي فاتية من ابو العرف باشا يا باشا السلوليتا دي انا عرفها حاجة كده زي حفر في الجلد تيجي للستات اللي جسموهم مليان خصوصا بعد الاربعين عم سيد حكالي انه من فترة كان بيشتغل في السياحة كانوا الستات الاجانب يجولوا من كل حتى في العالم يقولولو ويوانتو تو جوت سيوة يعرف على طول ان عندهم سلوليتا الستات الاجانب يا باشا عشان بيلبسوا ميوهات ولبسوا قصير وحاجات زي كده ما يستحملوش يسيبوا السلوليتا تبان في جسمهم فيروحوا سيوة يدفنوا نفسهم في الرمل السخنة الرمل السخنة تدوب الدهون وتساوي الحفر بباقي الجلد يبقى الجلد كله سوى واحد مية واحدة عشان كده أحسن علاج للسلوليتا هي الرمل السخنة بتاعة سيوة هو يعني المروح سيوة احنا بنشجع سيحة في سيوة ونشجع مروح سيوة بس مش مش لعلاج سلوليتا هو احنا ممكن ناخدها بنظرية تاني يعني فيه ناس بتلجأ للتانينج ان هي تعمل تان للجلد تغير لونه وده فيه ناس كتيرة بتلجأ له علشان تخبي للسيروليت هو شوية حاجة كاموفلاج ايوه كاموفلاج ولكن عايزين برضو نقول ان ده يعني كارسينوجينيك فبليش نلجأ التانينج عن طريق الشمس ممكن السلف تانينج الحاجات اللي بتترش على الجسم اكتر امانا اوكي اذا التان كارسينوجينيك انت بترجمها عارفين يعني ايه كارسينوجينيك يعني من ضمن المسببات ليه الاورام الخبيثة في الجلد فبلاش نلجأ للتان احنا نروح سيوة بس نحط سان بلاك وما نتعرضش للشمس بس نروح سيوة ايه نروح سيوة نروح سيوة اجمل مكان من اجمل اماكن من مصر طبعا اسئلة سريعة يلا بينا اسئلة سريعة بقى اعتقد فيه منها حاجات احنا جاوبناها السؤال السريع الاول هل التدليق فعال؟ طبعا فعال قلنا اه التدليق كمان المساج التايلاندي من الحاجات الحلوة قوية اللي تجيب نتيجة فعالة ان يتحسن الدورة الدموية والانفاوية وتخرج السوائل الزيادة في الجسم فعالة ولكن نتيجة مؤقتة لازم نستمر عليه ونعمل مع حاجات تانية اوكي السؤال التانية السؤال المهم ده الحمل هل له اسباب حمله الولادة او طبعا من اهم اسباب السليولايت ومن اهم اسباب السريع ماركس اوكي السؤال اللي بعد كده انا استفيد من برضو من شغلك فيه انت تحضر فيه رسال حلوة قوي الاكل الاكل نظام الغذائي طبعا طبعا الناس اللي بتاخد اللي بتعتمد على الجنك فود في حياتها والاكل اللي مليان دسم ودهون ونستش بقهوة كتير ومتشابش مية هورمونات هورمونات طبعا اكل ما هو اكل اللي شانك متهر من اه اه فطبعا بيقدي الا زور سليولايت اللي جاي ده مهم قوي برضو السؤال ده سؤالي وضع رجل ع رجل يامل سولولايت لو قال فترة زمنية طويلة بنعيق الدورة الدموية ممكن ويعمل دوالي اه هنقول هنعمل حلقة كاملة عن الدوالي هو وضع رجل ع رجل على الفكرة ممكن يعمل مشاكل في الركبة كمان خلي بالكويني وعلى فكرة احنا الوحيدين في العالم اللي منعتبر وضع رجل على الرجل ده قدام حد يعني اللي تزوب ايوة في العالم مثلا في امريكا يعني ان احنا اصحاب احنا اصدقاء لما حد الرجل احنا عاديين قاعدة فيها فرينز دي شاب يعني انتي يعني منورانا وسعيد جدا جدا بحوار معك دائما حوار يعني نقدر نروح عليه مميز جدا وسريع ومفيد للناس وفي وقت النفس الوقت برضو رسنت وبتحلي مشاكل جبارة بس ارجع اقولك ستات بتوصل انها تتحقق من نفسها في حكاك السلولايت او بس احنا مش عايزين ان الناس توصل للمرحلة دي وقلنا ان العلاج متبادل وقلنا برضو لازم نتقبل نفسنا باي حالة ان كانت ده مش معناه ان احنا ما نعليكش وما نحسنش لأ لازم نبذل مجهود وبردو نتقبل نفسنا باي حالة ان كانت وما فيش ام تعير بنتها او بنت تعير صحبتها بشيء التنمر اللفظي في كلمة ممكن انت تقولها لحد تبدو هايفة جدا وانت بتقولها كده يعني شايف نفسك انت راجل لك رؤية وممكن تقول له ايه اللبس دوت لبسك مش حالو خليك زوء يا اخي السلوليد ده خليك زوء يا بنتي والزوج مينفعش يقول لمراته اي كلمة زي دي ديها لو انت قاعد نروح للدكتور هي نفسها تقترح فانت توقف جنبها وتصبورت وتروح جاي عزمها على الدكتور توديها للدكتور وتكفى انت طبعا وانت لازم تكفى على الفلوس خليك مش بس انا معرفش النوعية بقى لا لا هو ليه ستات دلوقتي بتروح تعمل تجميل من وراء رجالتها دي مشكلة كبيرة لانه الراجل دايما بيحس ان ده نوع من انوارة فهي اللي مش مطلوب ده راجل بخير ده مطلوب جدا ده راجل بخير دايما يقولها انت مش محتاجة حاجة انت كده زي الفل عشان ما يدفعش ما يدفعش بخير ايوه اسوأ صفة في الراجل البخل وهي الصفة الوحيدة السيئة يعني انا لو اي حاجة تانية الراجل بعملها غير البخل انا عندي تمام ايوه حرام بتروح تعمل ده من وراها عشان تتقابرده حلوة البخل ده حاجة متعبة للغاية جدا للغاية يعني ده انت كمال لو اشتغلت مع الناس بقى تتعبي انت دورتيني وشرفتيني ضيفاتي العزيزة دكتورة ميسسالم طبعا على خصائيات الجلدية والتجميل والعلاج بليزر وعضو جمعية المصرية للتغزير العلاجية وعضو جمعية الأفرق السيوية للتجميل كانت ضيفاتي في واحدة من حلقاتنا الجميلة جدا كالعادة في حواراتنا اللي بنتظرها بنتظر منها دايما الجديد والبيهم كل ست وبرضو على فكرة البيهم كل رجل في عالم التجميل خليكوا دايما مع الدكتور